يمكن القول بأن جبهة سرواح ونهم هي هادئة نسبيا خلال الساعات الماضية وإلا من بعض الاشتباكات المتقطعة بين الجيش الوطني وميليشيا الوثي طيب أيضا كتعليق على خبر الوقفة الاحتجاجية التي نفذها بعض المنتسبي المؤسسة العسكرية للتنديد بالاستقطاعات من مرتباتهم ومخصصات التغذية لشهر يناير وفبراير ضعنا في صورة هذه الوقفات وأيضا مدى التجاوب معها من قبل المسؤولين نعم يخرج متسبي دائرة التوجيه المعنوي وجرح الجيش الوطني وموظفه 26 سبتمبر في وقفات احتجاجية متواصلة مطالبين مؤسستهم وهيئة الأركان والحكومة بالالتفات وتنفيذ مطالبهم وهي صرف مرتباتهم لشهر يناير وفبراير لهذا العام وأكد لك بأن عملية صرف بدأت قبل العيد وليلة العيد تحديدا ومن ثم قطعت لجنة صرف المرتبات وعد بأنها ستصرف رواتب المتبقيين ثاني أيام العيد إلا أنها أوقفت عملية الصرف حتى يوم أمس نتيجة الضغط من قبل منتسبي هذه الدوائر ولجأت لجنة صرف المرتبات يوم أمس إلى تسليم رواتب لكنها استقطعت منها وبشكل كبير حيث خصمت انصح التعبير أو قد استقطعت من مرتبات الجدي أو الملازم ما نسبته سبع إلى ثمانين في البيئة للشهرين المتثارين طيب محافظة مارب هناك شكوى من قبل ساكنيها فيما يخص تردي الخدمات ضعنا أيضا في صورة هذا الوضع وهل هناك أي تحسن ملحوظ ربما في الخدمات كان بالأيام الماضية هناك توقف لخدمة الإنترنت وأيضا انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي نعم التيار الكهربائي متقطع بشكل متواصل وخصوصا ومأرب تشهد صيف حار وأجواء ملتهبة نتيجة هذا الحر إلا أن شركات الكهرباء تعمل بشكل متواصل كما يقول مسؤوليها على تلافي هذه الأقطاع وإصلاعها مستقبلا لكن لم نلمس هذا واقعا على الأرض وهناك شكاوى كثيرة سواء في المستشفيات في الشركات العاملة داخل المدينة البنوك شركات الصرافة والتحويلات المالية هناك شكوى وصخط كبير وحتى من المواطنين الذين لمسوا هذا النقص الحاد في خدمة التيار الكهربائي وخدمة الإنترنت التي أعاقت عمل الكثير من المؤسسات أكثرها تضررا هي المؤسسات والإعلامية التي تعتمد على شبكة الإنترنت في نقل أخبارها وموادها لجمهورها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر